بلغة النتائج والارقام من هو الرابح ومن الخاسر بعد اطلاق سراح القس الامريكي واختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بوصفه ورطة دبرت بمكر الثعالب او تغافل الحكماء على طريقة لوكربي مرورا بالحريري وصولا الى اسطنبول صفقات بطعم الغياب والحضور ومقايضات كبرى في بازار السياسة اهلا بكم انقرى تخلط الاوراق وترفع عيار اللعب فتنهض ليرتها من ظلمات العقوبات انتعاشا واشنطن تستقبل ابنها المحرر وترامب يحصل على بركة الصلوات قبل صرف ثمنها الحقيقي في الانتخابات الوشيكة على ركبته جثل قس الامريكي العائد من معتقله التركي ليتلو صلوات الشكر والحمد للرئيس الامريكي ترامب اعرب عن شكره لاردوغان على اطلاق صراح برونسون ونفى ان يكون اخلاء سبيل القس قد تم بموجب صفقة مع السلطات التركية انا لا ابرم الصفقات لاطلاق الرهائن قال ترامب ومع ذلك هناك تقدير كبير وتوقع بانفراج وشيك مع تركيا برونسون هو الوجه الجديد للحملة الدعائية في الانتخابات الامريكية كتبت فاطمة اوزكان في صحيفة السار التركية يشعر ترامب بالسرور تجاه القرار التركي لانه كان بحاجة الى وجه جديد لحملته الانتخابية في شهر نوفمبر المقبل هكذا ادى الجميع المسرحية في البيت الابيض خلف البطل العائد الى بلاده راهبا شريفا محررا لم يسجن يوما بتهمة دعم الارهاب شرق الفرات مقابل القص برونسون عنوان عنوان موقع ترك بريس ونقل التصريحات التي اطلقها الرئيس التركي عقب اطلاق سراح السجين الارهابي بمشيئة الله قريبا وبدعم جنودنا الابطال سندمر اوكار الارهاب في شرق الفرات فنحن نشأنا على قراءة الملاحم التي سطرها علمنا مرفرفا في السماء وفي الوقت الذي ابرمت فيه صفقة القص الامريكي وقبض ثمنها هل اغلقت صفقة اغتيال خاشقجي وبدأ البحث عن كبش فداء على غيرار لوكربي سأل عبدالباري عطوان وما هو الثمن الذي سيحصل عليه الرئيس الامريكي مقابل التعاون وما هو الثمن الذي سيدفع لتركيا مقابل لفلفة هذه الجريمة وطي صفحتها للاجابة على هذه الاسئلة او بعضها علينا الرجوع الى قضية لوكربي والصفقة التي جرت توصل اليها لانقاذ العقيد معمر القدافي ورفع الحصار الخانق عن ليبيا السفقات تتقدم على مبادئ حقوق الانسان خاصة بالنسبة الى رئيس مثل ترامب لا يؤمن الا بالعمولات ولا يجيد غير ابتزاز السعودية ودول الخليج لا نعرف المبلغ الذي سيحصل عليه ترامب مقابل دوره في اخراج الحكومة السعودية من هذه الازمة باقل الاضرار لكننا نتكهن ان الثمن سيفوق مئات المليارات توفيق البكاري رأى ان انقرة تجني ارباح ورطة اوقعت الرياض نفسها فيها تركيا تخرج من الازمة الاخيرة بوصفها المستفيدة الاكبر خاصة ان التحقيقات كشفت قوة وقدرة الاتراك على ادراك ملف القضية وبالنتيجة اصبحت تركيا امام خيارات كثيرة تصب كلها في نتيجة واحدة الانتقال بالسرعة القسوى الى زعامة العالم الاسلامي السنك اليكوسا ذهب مع هذا الرأي هو ايضا وقال ان التركيا هي الرابح الاكبر جراء كل ما يحدث فهي تدير العملية بامتياز وتعمل اجهزتها السياسية والامنية بتنسيق هائل لتحقيق المصلحة المرجوة وقريبا ستعلن الجهات القضائية التركية عن مصير جمال خاشقجي امام انظار العالم قد يكون هذا مكسبا لتركيا في حد ذاته لكنها ستكون امام خيارين اولهما استعمال الجريمة ورقة للضغط لتحصين نفسها من محاولات الاضرار بها او تصفية حسابات مع اولئك الذين دعموا محاولة انقلاب عسكري عليها وخاضوا ضدها حربا اقتصادية وسياسية واعلامية عاتية عماد الدين اديب رأى ان ملف خاشقجي قد تضخم ليتجاوز كونه مجرد جريمة جنائية واصبح اكبر من علاقة دولتين واتسعى ليشمل مؤامرات واتفاقات ومصالح كبيرة ذلك كله يؤكد اننا بدأنا الان فصلا جديدا من فيلم طويل بدأ للتو هذا وقت مناسب لان تكون ديكتاتورا ووقت خطير لكي تكون معارضا كتب ماكس بوت في واشنطن بوست لقد اعطى ترامب لكل مستبد على هذا الكوكب رخصة للقتل من دون القلق بشأن الرد الامريكي لان ردا لن يكون ابدا في جميع الاحتمالات وترامب اعطى اوكرانيا صواريخ جافلين واوباما اعطاها وسادات واغطية هذا اخر ما خرج به الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مقابلة مع قناة سي بي اس حين اشار الى المساعدات التي قدمتها بلاده لاوكرانيا منذ توليه السلطة مؤكدا ان ما قدمه لكييف يتجاوز بكثير ما حصلت عليه في عهد اوباما ميكولا بيليسكوف تحدث عن سبعة دروس يجب على اوكرانيا ان تتعلمها من دونالد ترامب اهمها ادراك ان العلاقات الدولية لا تحكمها العدالة بل تضبطها القوة فالقوة تصنع الحق وتفرض القانون في الغابة المسمات النظام العالمي الجديد ومقياس العدالة سيتناسب في نهاية المطاف مع حجم القوة خصوصا مع اندثار مقولات مثل النظام العالمي الليبرالي والمجتمع العالمي وغيرها سيرجي كورسينسكي قال ان الاعمى فقط هو من لا يرى كيف قامت روسيا بتفعيل سلاح الطاقة ضد اوكرانيا على مدى السنوات العشر الماضية وهي مستمرة في العمل على ذلك حتى النهاية وقد تواجت الاستراتيجية المتكاملة لاجبار كيف على التخلي عن التكامل الاوروبي والاوروبي الاطلسي بتنفيذ مشروعين مراء على جانبي اوكرانيا السيل الشمالي والسيل التركي والهدف هو التخلي عن اوكرانيا ووضعها على الهامش في لعبة نقل الطاقة بعد الانتهاء من مدى خط السيل الشمالي سيظهر مركز عالمي جديد لبيع الغاز الطبيعي هو المانيا وسيكون لزاما على جميع الدول الاوروبية الاخرى شراء ونقل الغاز عبر الاراضي الالمانية الامر الذي لن يؤدي فقط الى تغيير طرق النقل التقليدية بل سيؤدي ايضا الى اضرار اقتصادية خطيرة لاوكرانيا واسلوفاكيا وبولندا ودول البلطيق وهكذا سيعاد توجيه التدفقات المالية وستتغير اولويات الشركات في عشرات دول الاتحاد الاوروبي سيرجي كليموفسكي قال ان روسيا هي داعش لكن بقنبلة ذرية الاثنتان تستخدمان الدين والدعاء حمايته وسيلة للبطش والتحكم فالكريملين يعود اليوم الى النغمة القديمة في احتكاره حماية الارثدوكس في جميع انحاء العالم الكذبة التي افتضحت مثل سابقتها في حماية عمال ومناضلي العالم من الفقر والاستغلال ابان الاتحاد السوفيتي ترفع موسكو مرة اخرى علم الجهاد المسيحي ولكن هذه المرة ضد المسيحيين والمسلمين في هذا القبيل جاء قرار مجلس الامن الروسي حماية الكنائس التابعة للكنيسة الارثدوكسية الروسية في الاراضي الاوكرانية ونقلت وكالة اربكاء الاوكرانية عن الرئيس الاوكراني قوله ان قرار الجانب الروسي يعد تدخلا مباشرا في الشؤون الداخلية لاوكرانيا وجانبا من جوانب العدوان الهجين بحقها هؤلاء لا ينتظرون الخبز بل هذه طوابير شراء المارجوانا في كندا بعد تشريعها كندا اليوم هي اول دولة صناعية تطفي صفة شرعية على تجارة الحشيش حيث شرعت متاجر الكيف وشرعت ابوابها يوم الثلاثاء الفائت امام الرواد بعض الكنديين عد هذا اليوم تاريخيا فهم باتوا قادرين على تدخين المروانا بشكل قانوني بعد قرن من الحضر وتعد هذه الخطوة بمنزلة انتصار سياسي لرئيس الوزراء جوستين ترودو هو الذي تعهد بتشريع الحشيش في حملته الانتخابية وكان الهدف من هذا التعهد هو تحجيم الجريمة المنظمة وحرمانها من مكاسب التجارة السوداء وتنظيم انتاج وتوزيع واستهلاك منتج استخدمه ملايون الكنديين بطرق غير شرعية بهذا تنتهي حلقتنا فشكرا لكم على المتابعة دمتم بخير والسلام عليكم اشتركوا في القناة